يحكى أن ثلاثة أشخاص طعفوا في الصحراء وصدفهم واحد جن فقال لهم كل واحد منكم يطلب مني طالب أن نفذوا لها بشرط أن أعطى للخير ضعف مطلب والعكس صحيح فاسئل الأول ما أريدت قال لي أنا أريد مصنع هريسة فأعطى أعطى مصنع هريسة وعطى للخير صحابه جوجه المصالع للواحد فاسئل الثاني وأنت، ما أريدت قال لي أنا أريد أن أبنك في إفريقيا فأعطى أبنك في إفريقيا وأعطى الأخرين جوجه لأبنك في إفريقيا فأوصل إلى آخر وصوله وأنت، ما هو طلبك؟ أبقى كيف يفكر؟ وقال لي أنا أريدك تعملي يا واحد العين من المبادئ المتعرف عليها في العالم كامل في بناء العلاقات بين الدول الاقتصادية كانت اجتماعية أو سياسية هو أنبدأ رابح رابح وتقديم المصالح المشاركة العامة على المصلحة الخاصة الضيقة لكن الوضع يختلف عن الجارة الشفرية لأن المبدأ السائد هو خاصة الخاصة المهم أنك لا تربح وحتى هنا لا يوجد مشكلة أن نربح ونخسر ما يحبوها موجودة كان يبقى جيدا الفلوس تخرج من الأرض وليس لديها مجهود فلنصد دراسي مع تجارة أو صناعة أو استثمارات أو حتى نمي اقتصاد لكن أريد أن نضع صفر روايضة للشعوب التي تريد أن تعمل وليس تتمد العقل وسواعد أبنائها لكي لا تزيد القطة ونبقى كلنا اللور وشيء لا يحسن من شيء هذه السؤال تسمعون دائما لماذا يطلب المغرب أن يفتح الحدود لأنه لا بسرية وباخر؟ دعوا الحدود مستودة المغرب يطلب أن يفتح الحدود لثلاث اعتبارات أساسية واحد اقتصادي واحد اجتماعي واحد سياسي دومينيك دوفيليببان رئيس الوزراء الفرنسي الأسباق قال أن إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب يسبب خسارة ملياري أورو للبلدين في السنة وهذا كأقل تقدير جوج المليار الأورو في السنة يعني 40 مليار أورو في مدة 20 سنة التي تغلقت فيها الحدود يعني كل البلد كان يستفيد من 20 مليار أورو في هذه المدة تخيل أن كل مليار أورو لا يمكن أن يبني لك من مستشفى ومن مدرسة ويوفر لك فورا الشغل العاطلين في السنة الوحدة تخيل أن تتكامل الذي سيكون في شمال إفريقيا مثلا إلى التحدث مبيناتهم وسخروا قوتهم لمحاربة أعداؤهم الحقيقيين المشتراكين تخيل التكامل الاقتصادي الذي سيكون وهما كتلا وحدة سوف نتفاوض مع الاتحاد الأوروبي أو أمريكا يجب أن يستفرضوا بهم كل أحد وكل أحد يحاول إتفاقيات بثمن أقل من الثمن الذي يعمل جاره فقط للنكاية وكي يهرر عليه السوق وكي الأوروبي والأمريكي يستفيد من خلالهم الفلاحين هذا العنف بركان نرمو أطنان من الليمون حيث لا يوجد بسبب الكثرة الإنتاج والمغرب يصدر الأوروبا 40% من احتياجتها من الخضر والفواكه لا نتحدث عن الأسماك صادرات الفلاحية المغربية نحو روسيا نهزت 4.4 مليار دينار يعني تقريبا 44 مليار دينار جزائري هذه الإحصائيات 2018 فآخر حاجة تقدر تخيلها توقع عليك في المغرب هي أنك تموت بالجوع لأن الحدود مستودة والخير الحمد لله موجود تخيل تكمل التجاري البيني عوض من الجزائر تمشيل البرازيل لكي تتورد الحم كونجلي أو تستورد بطاطا من كندا يمدلها بطاطا حلوف أو تستورد الحليب غبرة وتزيد مصارف النقل على كاهلها أو تستورد على الأقل البنان تقدر بأقل مصارف نقل وأقل تكلفة توصلها لمواطن الجزائري تماما معقول حيث جايبها من المغرب وفرش المغرب الذي يتم اكتفاء ذاتي في هذه المواد ودولة قوية في الصناعة الغذائية وهذه المواد ستوصلها فقط شاحنات ومصارف نقلها بملايان دولارات ستوصلها ببضعة آلاف ليس لكي تقدر تفرم من فلوس الشعب الخزينة الدولة وتخيل المغرب الذي يشري المواد النفطية من دول بعيدة بحال السعودية أو روسيا ليس لكي يقدر ينقص المصارف لما يأخذها من تجاره ويمكن عبر أمبوب وبدون وسائل نقل تخيل في عواد من المغرب يتفاوض مع الشركات الكبرى من أجل استثمار في المغرب فقط يتفاوض بإسم دول المغرب الكبير ويقسمون استثمارات ما بينهم مصنع في المغرب مصنع آخر في الجزائر مصنع في تونس واحد في ليبيا والآخر في موريطانيا تخيل الجزائر لو تحدث مع المغرب حتى موانئ المحيط الأطلاصي التي أمنيتها تطل عليه ومنها أكبر منها في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط سوف تستفد منها بشكل تفضيلة وبصيفتها الشركة المغرب ومشي منافس وتأخذ أيضا الرخص للصيد المحريف الموحيط وعواد ما تاكل سمك الشرشمة تاكل الشرن والميرناو والباجو والكالاماريس وأيضا كشركة منافسة تخيل شركة سياحة المغربية بخبرتها العالمية تحمل استثماراتها الجزائر أيضا وشوف فرص العمل التي يمكن تخلق من هذا القطاع للشباب الجزائري تخيل الأبناء المغربية بخبرتها العالمية لا استثمارات في الجزائر فوراة الشغل التي تقدر توفر وأيضا تطوير الخطاع في الجزائر كيف سيكون ما عمر ما كانت الناس سين أمولها أمامك بالفارد تخيل المغرب والجزائر يترشحوا في ملف مشترك لتنظيم كأس العالم وبنفذهم مواردهم وماذا لا يخطف تخيلت هذا الشيء كامل؟ كيجاك مزيان هذا الشيء كامل معقول ومنطقي وواقعي من أجل هذا الشيء بالضبط كان المغرب ديما كيطر بفتح الحدود حيث كان يشوف بعيد كيشوف التكامل الأموال التي تضيع لشعوب المغرب الكبير الفرص التي تضيع لشباب وأجيال من هذه الولدان بسبب واحد الشير ديما حاكمة وغبية وجهلة بأسوص الاقتصاد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة لأفراد كان عرفوا أن المدن الحدودية فيها عائلات مشتركة عائلات التي تفرقها فقط بها كيلومترات أو أمتار مشاركين الأنساب ومشاركين الدم ومن هذه لأن الواحد الذي يريد أن يرى عائلته التي تبعد عليها بأمتار لا يحتاج إلى شط الطيارة ويضرب ألاف الأميال لكي يستطيع أن يرى ربما أنت التي عائلتك بجنبك لا تستطيع أن تشعر بهذه الناس هي المسألة بالدراجة الأولى إنسانية لكن سؤال من أين كان هذا النظام عنده والإنسانية لكي يشعر بالناس ومن إم تربك أنت على الإنسانية لكي تستطيع أن تشعر بهذه الناس ولهذا السبب أيضا الاجتماعي كان المغرب والمالك يطالبوا بفتح الحدود على الأقل فكرة في هذه الناس ونظامك عمرك لا تريد أن تشعر بهم أو تريد أن تتكلموا على الشق السياسي في الموضوع وهو أهم شق في المسألة المطالب بفتح الحدود تعرفوا أن النظام الجزائري كيف حالة سكيزوفرينية مع رأسه؟ المغرب كان لديه مشكلة مع هذا النظام بخصوص قطية الأقاليم المغربية الجنوبية وكان كلما تتطرح موضوع أن الجزائر مسؤولة وهي طرف رئيس في هذا الموضوع إلا تقول أنا خطني أنا ما عندي حتى يدخل في هذا الموضوع أنا فقط جرى ومراقب وكان المغرب خاصة يتبت عليها أنها طرف رئيس وهي مسؤولة الأول أو الأخرى على هذا الملف وخاصة يتبت هذا الشيء قدام المجتمع الدولي لكي يحرجها لكنها دائما تصر على أنها طرف محيد ولا تدخل لها بالموضوع ومازلت إلى يومين هذا بالمناسبة تعيذ هذه المسألة لا تسمعها ويحكي لأحد السياسيين أن في الغرف المغلاقة كانت تمشي الجزائر لأبعاد وكانت تقول لكي نفتح الحدود يجب أن يتم استفتاح في الصحراء أولا فكانت مسألة الحدود هي الفخ التي تضح في الجزائر وكل ما تجبد لها مسألة الحدود إلا والجزائر تدخل لمسألة الصحراء المغربية كشرط من الشروط لفتح الحدود نقلت جريدة الشروق الجزائرية عن مسؤول رفيع في الدولة لم تذكره بالاسم أن للجزائر ثلاثة شروط لفتح الحدود مع المغرب وكذلك اعتراف المغرب بموقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية والتوقف عما يراه المسؤول الجزائري سعيا إلى تغيير في قواعد الاتفاق الذي توصل إليه البلد وضعت الجزائر ثلاثة شروط أمام المغرب لإعادة فتح الحدود البرية والشرط الثالث هو أنه يجب أن يعترف المغرب نهائيا بأن الجزائر لديها موقف ثابت ولا رجعت فيه بشأن مسألة الصحراء الغربية الجزائر تقول المغرب أنت كم غريب يجب أن توافق على أن مسألة الانفصاليين لكي نقسمك حق أصلية ولا تدخل فيها يازل أن تسلم على مقك البللان يا بحر العلم يا ترعيتي المفهومية يا فيلسوف الحمير ومغرب من طبيعة الحركة ينفض هذه الشروط طبعاً ما كان الهدف من الطلب لم يكن فتح الحدود ولكن الهدف كان كشف توروطها في الموطوع ومعمر النظام الغبي أو الشعب الأغبر التي يكتبها في التعليق لكي نكون محدد تساءل مع رأسه المغرب لو كان هناك وقفة لفتح الحدود وغضية موتة لفتح الحدود لماذا المغرب لا يوافق على شروطنا؟ المهم هو أين قد اقتصاد الذي يواقف على خيرات الجزائر البقرة الحالو بكما يوصفها رئيسها شروط لم يكن تجيزية وحتى أن تعتبر هذه الشروط تجيزية كان الأقل يوافق على شرط الرئيس تبون لطلب باتيضار مثلاً يعتذر الشعب الجزائري قبل كل شيء لأن من أهيد من أهان أن ذلك هو الشعب الجزائري نعم نعم المغرب الذي يوافق التام الحدود لفتحه لأن الشعب يموت ما سيخسر؟ فقط بيان من وزارة الخارجية يكون صغير نعتذر فيه الشعب الجزائري لأننا نظرنا اليوم الفيزا نهارتو الرطوش واحدين من الأوصول الجزائرية في التفجيرات التي وقعت في مراكش وغلطنا في حقكم وكما أطلب سيد تبون نعتذر لكم وعر الله في تحوينا الحدود لأننا كنا نتبجع ونأتي ونشد معكم الصفة على كاشكارتون وكيسميت مع النعقل هنا مأساة في بداية هذا الأسبوع خرجت تقرير الأممي حول النزاع المفتعل وغوتارس جدد بالتأكيد على ظور الجزائر كطرف النزاع ومشي كمراقب ومشي خاطئها فالذي يريد أن يصل إلى المغرب من هذه العملية كاملة يصل له ولهذا أظن وأعتقد هذا رأي الخاص وتوقعي أنكم عمركم ستسمعون ماذا المالك البلاد أو المغرب يطالبون بفتح الحدود مع العلم أن آخر مرة طالب بها المغرب بحوار حول القضايا العريقة كانت في 2018 لكن لهم ما من مصلحة المغرب فتح الحدود؟ أو من مصلحته يطالب فتح الحدود؟ الجواب الأقطعي لا باتة لأن أسباب فتح الحدود انتفت تماما أولا تكمل الاقتصادي يكون مع أنظمة مستقرة وهذا ما لا تحقق حاليا ليبيا في هذه الحرب تونس ديمقراطية كانت هذه الوالدة مهددة بالتجاذبات الإقليمية وكانت منها تجوزها الجزائر عندها حراك ونظامها مهتز ويقدر يكمل ويقدر ما يكملش موريطانيا أصبحت دولة تابعة للدول أخرى وقالرها ما يريد ذلك فمع من ستعملها التكامل ثانيا كنا في نهاية الأيام ليس لدي الجزائرين لو سيحركوا اسبانيا عن طريق البطارات فأي فتح الحدود يعني تصدير الآزمات سيضفق الأفريق والجزائرين الذي يسرح في الجنوب الجزائري دون حاسيب أو راقيب ونظام الذي ملف الإجرام سيصدر لك القلاقين وكانت ذكروا حديثات السوريين التي جور موهم على حدودنا وهي مقفولة فما بالك بحدود التي مفتوحة ثانيا اقتصاد الجزائري يعتمد على المحروقات فقط وانتا اقتصادك متنوع فالنظام الجزائري لديه حلين إما يفتح بلاده لك وتغرقه بمنتجاتك التي لا يستطيعون نفسها أو يقفل بلاده لأنهم لا يريد تربح وهذا ما توقع منه سيصدر لك الأزمة وعوض مع اقتصادك سيربح سوق إفريق 40 مليون ناس سيربح الراجل الذي يعمل لك أزمة اقتصادية في وسط بلادك وأزمة ديبلوماسية مع إسبانيا والتحاد الأوروبي نتفغينا عنها إلى هجمو على سبتة أمليلية أما القصة المضحكة في الموضوع فهي القصة للسياح الجزائريين التي تحرم منهم المغرب وكأن عملتهم مثلا تقارن بالدولار والأورو ليست أقل العملة في المغرب العربي السياحة التي يتكلمون عليها في سنة الماضية الفنادق تونسية رفضات تخت سياح الجزائريين لأنهم ببساطة غير مفيدين عملتهم طيحة الأرض وليس يصرفون كسياح ولطرد العائلات الجزائرية من الفنادق التونسية أبتوى لحالة طرد الجزائريين من الفنادق التونسية والزخم الأعلام الذي رفقته أثرت فيديوهات تدوى لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حفظة الجزائريين حول ما يتعرض له سياح الجزائريون في تونس يبدي الكثير من الجزائريين العائدين من تونس السياحة مما يصفونه سوء المعاملة والتمييز الذي يتعرضون له من قبل القائمين على الفنادق والمنتجعات السياحية في الجارة الشرقية ويتعي معائدون من تونس عبر المعابر الحدودية البلية أصحاب الفنادق بتغيير سياسة معاملة السائح الجزائري بمائة وثمانين درجة خلال موسم الاصطياف سوق المعاملة ساعة طويلة من الانتظار للزفر بغرفة التمييز بين السائح الجزائري والأجنبي هي جملة الشكاوى التي يروي تفاصيلها العائدين من الجارة الشرقية ولسان حالهم يقول أن استقبال الجزائريين في تونس تغير مائة وثمانين درجة بقربة مكانة التقبال سؤال معاملة وقد كانت معهم كثير من المعاملة وقدروا بقربة أخرى فلنقوا بغرفة زارجريا مع زيت رانجي مع القوار كما تستمر بغرفة كبيرة ما يمكننا أن تخدموا الراسطورة ونقوم بإظهار ونقوم بغرفة المائة ونقوم بغرفة المائة ونضحقهم ونقوم بغرفة ونحن نعمل الناس تونسية وصفهم بسياحة المليون جائع لأنهم يأكلون أكل الشعب تونسي عوضما يأكلون ينفعون التونسة رغم أنه بعد الهجوم عليها خرج يبرر لكن كان معروف ما يكون المقصود بكلامه ايوه هذه السياحة القوية ليس السياحة القوية أنه يأكل المليون جائع يأكلون أكل الشعب التونسي ايوه السياحات هذه بالأعداد التي يحكو عليها أقل لك تسعة مليون والله أنا أرى مبارح تعدد في بصعج التلفزيوني قلت فيها أننا سياحة تافة ورخيصة أنها أعداد مهولة لكن المدخي الضعيف وقلت أنها جاء حوالي مليون جائع يأتون إلى السياحة التونسية وأنا كنت أقصد أن هؤلاء الذين يأتون ببضعة دولارات الليلة بسبعة دولارات في بيرون دو في تونس سبع دولارات ما تأكل سانويتش وقهو بيجي السياح يقضي سبعة أيام كل ليلة تكلفوا سبع دولارات هو وأكل شارب أحسن الخضار أحسن الفواكه أحسن اللحوم أحسن الأسماك الشعب التونسي كله يخضب على السواحة أحسن نوكله في خمسة مليون من الخارج بالدولارات ضعيفة وبصيفة أحسن نصرف في لحتنا ومياهنا وأمننا وموالنا وأراضينا ومياهنا كلها تصرف من أجل قلشنون سياحة أنا أعتقد سياحة مثل هذه لا تدخل بالدولارات فسياحة بكل بساطة مفاتش تونس الذين دولة صغيرة ويدخلوها هم بالملايين فكيف لها أن تفيد دولة كبيرة في حجم المغرب والذي يدرهم واحد فيها يقوم بـ 15 دينار وآخرا المغرب يوجد استراتيجية تصنيعية واستثمارية بالاعتماد على نفسه بدون تكتل إقليمي يمكن أن يجلب استثمارات ضغمة للبلد ويبني بنية احتياق قوية وهذا الشيء الذي يخدم عليه وحده هذه عشر سنوات لا يأتي اليوم ويفرط فيه ويدخل في تكتل الذي يفرض عليه أن يتقسم نتائج المجهود ويقوم بها كما يقول المثال المغربي ففتح الحدود إذا كان مستقبل أنا نرى فقط الحالات الاجتماعية والإنسانية ويكون لديه شروط لكن جدوال اقتصادية صفر فالنظام الذي يجيد بط نعارات المفيصل والتقسيم ما عمره لا يفهم المعنى التكتل أو الاتحاد والمغربة التي كانوا بالأمس غافلين ومطلب الإبقاء على الحدود المغلقة أصبح مطلبا شعبيا لأنه بكل صراحة لا يريد أن يعيش الكابوس الذي عيشه الناس في بداية تسعينات لا يريد أن يريد أن يفق الصباح كما يدر يوميا يمشي الحليب أو السميد الذي لم يتوجد في السوق ولم يلقى لا يريد أن يريد البانان أو الأناناس أو الفراز الذي يوجد بفرة ورخيص ولم يلقى ومن أحد أصحاب الفنادق كما قالوا لي شخصياً لا يريد أن يكون السائح الجزائري يلقى الففات والبانوارات والطباصل والمماس والفرشيطات تسرقوا فهذا وعلينا قليلاً من القضية الفتح الحدود نحن نعيشين غاية وهي مسدودة ونستطيع أن تحتسم ثقفها سنكون لكم من الشاكري موسيقى 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 شكرا